اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في بداية هاليوم أصبح عليكم بالخير وأتمنى لكم يوم خميس جميل إن شاء الله وعطلة نهاية أسبوع أجمل مثل ما دائما نقول اليوم في نهاية الدوام نترك هموم الدوام في الدوام ونروح البيت ونستانس مع العائلة ونفكر بطريقة إيجابية وجميلة عشان نستفيد من إجازة نهاية الأسبوع وني يوم الأحد إن شاء الله بروح عالية وطاقة إيجابية عشان نبتدي أسبوع جديد بهمة ونشاط ونحقق فيه لإحنا نبأ أول شيء أذكركم برقامة التواصل 600-55-1414 ورسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على إنستجرام ورحب بالمخرج الموجود معي ناصر السليمي صباحك ورد يا ناصر ومعي في التنسيق ميرا حياة الله يا ميرا ومثل ما تعودتوا دائما يكون معانا آخر أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي فعندنا اليوم إن شاء الله أسماء موجودة معانا أسماء صباحة ورد صباحكم نور سرور دكتورة افتقدنات من مدة يا أسماء كلما هذا وقت البرامج أكون فعالية ما شاء الله يعطيتي العافية يا أسماء صباحة الونيسة الجميلة السعيد هذا يوم السعادة نحن عنا في كل أسبوع يوم السعادة بالضبط ناخد بس إجمالي الأشياء اللي كان في الفترة السابقة في قانون تواصل الاجتماعي نحن كنا مركزين على ساعة القراءة واللي كانت قبل يومين وكان فيه وائد أشياء جميلة كفعاليات ومبادرات ولكل خطت هاي ساعة لقراءة شيء يحبه إنه يكسر روتين بعمل بس إنه ما يقرأ في مجال يقرأ شيء غير مجال صحيح غير هذا فيه نصيحتي أن نحن نحطيناها ونحط لها وائد مهمة والصور ترى عن فكرة وائد حلوة ويتمنى أن نصروا شساب ناتب يشوفونها ولي يحبون ينشرون الصور هاي ينشرون الإيجابية بعد بيكون أفضل الرسالة الأولى استمر ولا تتوقف فلا تدري قد تكون قامي بس قد تكون المحاولة القادمة هي الناجحة فنحن أحياناً فيه شخص يقول إذا يبقي لها خطوة للنجاح يمن يقول لها خلاص لا في فايدة فداماً أنت بوا شي صح كمل لأنه متعد يمكن الخطوة الياية هي اللي تكون الناجحة وهي أصلاً الجملة تشرح الصورة فالصورة هي اللي نحن نبقى نصد قد تشوفها النصيحة الثانية اللي نتمنى الناس يدخلون يتشوفونها اللي هي الفشل ليس نهاية العالم ولكن خوفك منه قد يوحلك بذلك اللي يخرب علينا يا جماعة هو الخوف خوف من النفشل خوف من كلام الناس خوف من الناس يرفضون أفكارنا كل ما زاد للخوف أعرف أنت راح تكون من أفشل لأفشل وكل ما قل للخوف أحكي إنسان ناجح صحيح اختمها برسالتنا الصباحية أختم أسبوع عملك بإنجاز كل المهام التي لديك وابدأ أطلتك الأسبوعية وأنت مرتاح البال دائماً يخل الإنسان أندرست وتعب فخلص لا تخلي شيء متعطل لا تقول بسوي لسبوع اليال لا تقول بسوي في الويكن حول تخلص كثير ما تقدر أزبع حذرك اليوم قبل الساعة سنتين وإن لم تخلصها خلي حق الأسبوع اليالي إلا ما يخلص خلص حق الأسبوع اليالي إلا ما يخلص على الفشل وإن نخطو خطوات كل يوم ولا خطوات بسيطة للنجاح لأن كل خطوة تخطوها تقرب أكثر للهدف التي توصلها نروح الحين لدراستنا شو تقول الدراسة؟ تقول الضجيج في أماكن العمل قد يترك آثاراً سلبية على القلب خلصت دراسة حديثة إلى أن أصوات الضجيج في مواقع العمل لا تهدد القدرة على السمع وحسب وإنما قد تترك تأثيرات سلبية على صحة القلب لأنها تترافق مع زيادة خطر ضغط الدم وارتفاع مستوات الكوليسترول يقول المعدل الرئيسي للدراسة الدكتور جون هاورد مدير المعهد الأمريكي الوطني للسلامة المهنية والصحة يعد التخلص من أصوات الضجيج في مواقع العمل أساسياً للوقاية من فقدان السمع كما قد يساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم يضيف هاورد تؤكد نتاج هذه الدراسة على أهمية خضوع العاملين في المواقع الملوثة بالضجيج إلى فحوص دورية لضغط الدم ومستوى الكوليسترول التي تعد من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض القلب وجرى نشر هذه الدراسة مؤخراً في المجلة الأمريكية للطب المهني طبعاً لما نتكلم إحنا عن مكان العمل هناك أكثر من سبب للتلوث هناك في أماكن العمل إحنا نسميه أسباب للتلوث واحد من التلوث سمونا تلوث عن طريق الضجيج الضجيج نفسه ممكن يكون نوع منواع التلوث هذا الضجيج يسوي حسب الدراسة هني شو تقول طبعاً إحنا دائماً نرتبط الضجيج عندنا لما إحنا عندنا عمونا مثلاً الشغلون في الغرف مثلاً فيها جينيريترز أو المحركات أو الشغلون يوم الأجهزة الكبيرة دائماً مرتبط أن يأثر عندهم على السنعة تلاقون دائماً عندهم سماعات لكن هالدراسة تأكد أن الضجيج يأثر سلباً أيضاً على عمل القلب وحتى على مستوى الكوليسترول أحين السؤال ممكن الناس تسأله كيف الضجيج يأثر على عمل القلب وعلى مستوى الكوليسترول ببساطة مثل ما قلت لكم الضجيج يعتبر نوع منواع التلوث لما أنت تتعرض للضجيج بالنسبة معينة كل يوم فهذا يرفع معدل التوتر عندك في الدم في الجسم التوتر يفرز هرمونات التوتر مثل الكورتزون الكورتزون وغيرها يفرز هالهرمونات هذه الهرمونات تعمل تهيئ الجسم تحس الجسم دائماً أنه في حالة تأهب أنه فيه توتر لأن الضجيج طبعاً ليس من الأشياء المريحة للإنسان يعني لما واحد يتعرض الضجيج الفترة طويلة كل يوم مثلاً دوام 6 ساعات أو 8 ساعات يتعرض لهذا الضجيج فيسويه نوع منواع التوتر يكون غير مرتاح فالمواد التي تفرز في الجسم هذه تأثر في جميع عضاء الجسم الحيوية القلب الكليا الكبد وغيرها فبهالطريقة الضجيج يأثر عندي على عضلة القلب وعلى عمل وظائف الجسم بشكل خاص وعلى مستوى الكوليسترول فدائماً ننصح في هيئة الصحة طبعاً خذنا المشاءات الصحية خذت شهادات الآيزو واحدة من شهادات الآيزو كانت تتكلم عن سلامة بيئة العمل من التلوث اللي نتعرض له أثناء العمل طبعاً كطاقم صحي دائماً عندنا الطاقم الصحي يتعرض فقط تلوث أو المخاطر تكون تامعاً طريق الفيروسات والبكتيريا التي نعطي طريق المرضى لكن هناك أكثر من مصدر للتلوث أو للأمراض يكون في أي مشاءة تشتغل فيها في تلوث الضجيج في تلوث الهواء في تلوث الماء كل هذا يأثر على صحتنا وحسب دراسة كانت تقول أننا نقضي 80% من وقتنا داخل المباني أو داخل المشاءات فتخيله أن تقعد 80% وسط عوامل التلوث المختلفة هذه هذا كله أكيد بيأثر في صحتك أكيد بيأثر في عمل القلب وضائف الكلا وضائف العضاء الجسم بشكل عام لأنه أنت تخضع للمؤثرات هذه كلها الجهاز التنفسي من تلوث الهواء الماء اللي حين نشربه الضجيج نتعرض له حتى الإضاءة الإضاءة أيضاً إذا ما كانت مناسبة تعتبر نوع من أنواع الضجيج عشان شيء دائماً نحرص الناس اللي يشتغلون عند محركات صوتها عالي في غرف الجنريتر وغيرها أنه عندهم التزامات السلامة غير عن الشخص اللي ما يشتغل في الأماكن العالية اللي فيه أصوات عالية مثلاً دائماً سدادات الإذن تكون عندهم دائماً ينعطون توصيات عن كثية استخدام الصحيح لسدادات الإذن للأسف فيه كثير من المهن تفرض على الشخص أن يلبس سدادات الإذن أو مثلاً السماعات اللي حين نبسها في الإذاعة لكن الموظف نفسه لا يستخدمه بشكل صحيح كيف بشكل صحيح؟ شفنا كثير منهم يلبسها سماعة هي وسماعة لا يعني يغطي إذن وحده والإذن الثاني يخليها من غير تغطية على الأساس أنه ما يرتاح للإذنين المسكرات خصوصاً أن السماعات اللي تستخدم للناس اللي يشتغلون على المناطق اللي فيها صوت عالي تكون ماسكة على الإذن بقوة عشان تمنع تسرب الصوت فتلاقيه ما يساوون للسماعات يخلوا واحدة أعلى عن الثانية عشان يقدر يسمع فهذا يعرض جداً لمشاكل في الإذن ويعرض لتنوية الضجيج والأمراض المصاحبين احنا طونا شوي على الفاصل رح نطلع الحين فاصل بعد الفاصل تريون رح نكمل باقي فقرات برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم برقامة التواصل على 600-551414 ورسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام صباح الخير دكتورة ندا صباحكم ورد على الإنستجرام انزين تبدأ بعد قليل بمستشفى دبي فعاليات حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج الكفاءات الإدارية لقيادات التمريض بمشاركة أكثر من 100 ممرض وممرضة من مختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة بيتعرف على هالبرنامج يصرنا يكون معانا عبر الهاتف الأستاذة فؤاد شهاب مدير إدارة التمريض ومستشفى دبي ورئيس منتدى مدراء التمريض بيئة الصحة بدبي صباحة شوارد أستاذة وفاء صباح الخير صباح النور سامحني أستاذ وفاء فؤاد فؤاد سامحني شخ بارك ولا يهمك يا مرحبا الله يخليك أستاذ فؤاد نبتدي أول شيء عندكم أنتو دورة لتخريج كفاءات الإدارية لقيادات التمريض نعم نعم تعطينا فكرة عامة عن هذه الدورة وكم عملية تدريب وعادل المشاركين نعم بدايةً نشكركم على الصباحة وإتاحة الفرصة لتحدث عن هذه الدورة الهامة بالنسبة لقطاع التمريض بهية الصحة في دبي بدأت دورة الكفاءات الإدارية لقيادات التمريض بهية الصحة في دبي عام 2014 بدايةً بمبادرة مع إدارة التمريض في مستشفى دبي نعم وبالتعاون مع مدراء التمريض بهية الصحة وإدارة تعليم الطبي حيث تم عقد الدورة الأولى عام 2014 وبسنة 2015 دورتين وبسنة 2017 كانت الدورة الرابعة اللي هي كانت الأخيرة كانت بشهر من ستمبر إلى نوفمبر 2017 عدد المشاركين كان بالدورة الأخيرة 102 ممرضة ممرضة من جميع منشآت هيئة الصحة وإن شاء الله بعد قليل سيتم حفل التخريج في مستشفى دبي البرنامج بشكل عام هو برنامج معتمد بـ 40 ساعة معتمدة من إدارة التعليم الطبي بهية الصحة عملية التدريب تستمر شهرين ونصف تقريبا يتخللها ثم الأيام فيها محاضرات وورش عمال ومناقشات نعم أيام الدراسة كانت كلها أيام سبت يعني تكون على نهاية الأسبوع أيام سبت من الساعة 7 ونص إلى 3 ونص لمدة 8 أيام طبعا بخلال الفترة اللي هي شهرين شهرين ونصف في كذا مع شغلة مطلوبة من المنتسدين لازم يكملوا الأسساين اللي نعطيهم إياه في امتحانات في شغلات أونلاين يعني فيه شغلات كثيرة خلال الشهرين ونصف إجمال الخارجين اللي حكينا إلى اليوم 394 من بداية الدورة إلى اليوم من هيئة الصحة بالإضافة إلى 9 من خارج هيئة الصحة بالأسف ما كنا نعادرين نفتح المجال لخارج الهيئة إلا لعدد قليل لأنه الإقبال كبير على الدورة من الهيئة نعم أستاذ فؤاد شو أهمية مثل هالبرامج والدورات في تعزيز الكفاءة التمريض في المجال الإداري نعم لا شك أنه تطوير المهارات والمعرفة الإدارية والقيادية أمر مهم وينعكس إجابا على تقديم الخدمات الصحية بموقع عملنا ومسؤوليتنا نولي اهتمام كبير لتطوير قيادات الصف الثانية لأخذ مواقعهم المناسبة في المستقبل من هنا كانت فكرة هذه الدورة لتطوير وتعزيز الكفاءات الإدارية لدى طاقم التمريض عنا تماشيا طبعا مع استراتيجات الهيئة الصحة بدقائل لتطوير وتعزيز الكفاءات التمريضية والأخرى وتمكن موظفين والإسعاد المتعاملين طبعا تأتي هذه الدورة أهميتها أنه لا يوجد مثل هذه الدورة محلية ما في الجامعات المحلية ما عندها دورة إدارية مختصة بتطوير الطاقم التمريضي فأجت الفكرة من أنه نبدأ شيء داخل هيئة الصحة فإذن الموضوع جدا مهم حتى للتطور الوظيفي حسب مسار الوظيفي المطلوب إذا واحد يتطور عندنا مفروض يكون عنده شهادات عليا لما وصلنا للماجستير في بعض المراكز نطلب لمسؤول القسم يكون عنده شهادة إدارية لا تقل عن 40 ساعة وهذه الشهادة كانت بفراحة لبت المطلوب للمنتسبين نعم كيف قالت الترشيح والالتحاق ومثل هالبرنامج في الدفعة الأولى أول لأنه كان الإقبال كبير جدا كان الترشيح عن طريق إدارات التمريض وأخذنا أول دفعة بسنة 2014 كان عدد المنتسبين 52 وتخرجوا من دورة 52 كان الترشيح عن طريق إداراتهم الدفعة الثانية والثالثية فتحمل مجال لكل الهيط الصحة عن طريق تعميم داخلي وكان التسجيل مسكوح للرغبين بالانتحاق بالدورة الدورة الأخيرة في 2018 كان كمان إعلان داخلي للترشيح لأعطاء الفرصة للموظفين اللي هما في مواقع إدارية لتطوير مهاراتهم الإدارية وتطويرهم المستقبل نعم أستاذ فؤاد شو أهم الممكن يقول الصفات اللي بيكتسبها المنتسبين مثل هالدورات يعني هو بيدخل الدورة هذي بيطلع منها شو بيتم سقل في شخصيتها أو مهارات إدارية بيستفيد منها نعم البرنامج نحن سمناه بالأساس سمناه LEAPS باللغة الإنجليزية L-E-A-P-S خذنا لكل L-E-A-P-S LEAPS كل حرف من هذه الأحرف كان له عنوان رئيسي لأنهم باللغة العربية العنوين الرئيسية كانت المهارات القيادية الليدر شب أول شي مهارات القيادية فيها مهارات رواد الأعمال فيه المهارات الإدارية مهارات التعامل مع الناس ومهارات دعم وتمكين أخرى يعني هما خمس عنوين رئيسية في البرنامج تحت كل برنامج فيه العديد من المحاضرات والنشاطات مثل مثال على ذلك فيه القيادة والتخطيط الاستراتيجي مبادئ الإدارة والتميز الإداري الجودة والاعتماد الدولي كل الجوائز التميز والابتكار التواصل إعداد الميزانيات الكفاءات وضع خطة للتمريض موضوع المقابلات وجد التمريض للهيئة الكفاءات للإدارات العليا وغيرها هاي بعض الأمثل من المحاضرات التي تعطى في البرنامج فيه عواء خمس عنوين رئيسي إذا لم أذكر نعم طبعا المنتسب لما يطلع تسقل مهاراته في العنوين كاملة هذه لأنه مثل ما تكلمت فيه كتير بالوركشوب مش بس محاضرة يعني نمشي لا فيه كتير متطلبات من المنتسبين لازم يكملوها بنجاح يعني اللي ما بينجح ما بياخد شهادة بالآخر بالضبط صحيح صحيح أستاذ فؤاد فيه شروط معينة ممكن لازم تكون موجود في المنتسب ولأي موظف أو أي عضو في التمريض حاب ينتسب لها المرنامب ممكن تقبلونا نعم هي مفتوحة لكل الممرضين والممرضات بس مثل ما ذكرت الترشيح كان في الدورة الأخيرة لأنه كان فيه أمور معينة بسنة الـ 2016 ما قدرنا نعمل الدورة بلقى مدينة 2015 2014 و2015 بسنة الـ 2016 ما عملناها كان فيه ظروف معينة أخرتنا في 2017 عملنا الدورة لما عملناها في 2017 كنا مجبرين أنه الناس اللي هم بيأخذوا مسؤولين ورديات وغيرهم معطيهم الأولوية فكانت سنوات الخبرة لا تقل عن خمس سنوات الخبرة في هيئة الصحة المنتسب يكون يكون من المنتسب بيأخذ دور قيادي من الصف الثاني في قسمه يعني كانت بعض الشروط إن شاء الله الدورة اللي جاي رح تكون مفتوحة لأنه ممكن يكون فيه ناس مشا ما نظلم حد ممكن الواحد ينتسب لهذا صحيح أستاذ فؤاد فيه سؤال يأينا على الإنستجرام يقول هل برنامج التدريد بمعتمد دولياً نعم حالياً البرنامج معتمد من هيئة الصحة 40 ساعة معتمد 40 ساعة وإحنا في صدد تم التواصل مع بعض الجامعات المحلية وبعض الجامعات الخارجية إلى الآن لا الاعتماد من هيئة الصحة 40 ساعة إن شاء الله في القريب العاجل هيكون فيه اعتماد من بعض الجامعات المحلية أو الخارجية إن شاء الله إن شاء الله أستاذ فؤاد بخصوص مهلة التمريض بمعنى أنت مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي ورئيس منتدم ودراء التمريض بهئة الصحة في دبي حالياً دائماً في برنامج صحة وسعادة دائماً حاوي يشجع الناس أنهم ينتسبون لقطاع التمريض دائماً التمريض حسا يقولك الدكتور بس سويد طبيب بس التمريض الناس يحل نظرتهم لأنه يمكن ما يعرفون أهمية دور الممرض أو الممرضة في المستشفى فتعطينا باختصار أن أهمية دور الممرض وكيف هو مكمل فعلاً لدور الطبيب نعم الممرض لا شك في أي قطاع صحي على طول من بالأول الممرضين الممرضات هم العمود الرئيسي للقطاع الطبي في المستشفيات فهما الباكبوند يقولون التمريض طبعاً موجودين مع المريض لمدة 24 ساعة التمريض حالياً لا تقل شهاداتهم عن أي تخصصات أخرى فكلها تلاقيها باكالوريوس وماجستير ودكتورة حتى في التمريض فالناس اللي ما ينتسبوا لها المهنة المهنة طبعاً مهنة إنسانية الممرض موجود بجنب المريض 24 ساعة لتخفيف الألام لتخفيف لإعطاء العلاج المناسب حتى التخفيف عن المريض يعني المهنة صدقيني ما بيحس فيها وما بيحبها إلا اللي بيجربها لأنه مهنة بالفعل أنت لما تروح بيتك بتكون خفافة عن المريض معاناة ألم أي شيء تحسها لك أنه بالفعل أنت مرتاح وقدمت اللي لازم تقدمه شعور لا يوصف بصراحة منشجع ونداء يعني لجميع اللي يحبوا هالمهنة أو اللي ما بيعرفو أن المهنة يتعرفوا عليها يزورونا في المستشفيات مستعدين نعرفهم يداوموا مع الممرضات وممرضين ليشوفوا شو هي هالمهنة بالفعل ونداء خاص كمان لأهل البلد يعني البنات والشباب الإماراتيين والإماراتيات أنه يشاركون بهالمهنة لأنه إلى الآن العدد قليل ومتمنى أنه يكونوا بهالمهنة ويكونوا على رأس القيادين فيها إن شاء الله إن شاء الله الأستاذ فؤاد شهاب مندير إدارة التمريض ومستشفى دبي ورئيس منتدى مدراء التمريض بهئة الصحبة دبي شكرا لك توجدت معنا اليوم عن طريقة الهاتف وهذا مثل ما ذكرت أنت دعوة للجميع اللي للحين عنده ممكن أفكار مو بواضحة عن مهنة التمريض أو عن أهمية دور التمريض أن يتوجه لأي من المنشآت الصحية الموجودة ويتعرف على الدور رئيسي لعبة الممرض طبعا إلى جانب الطبيفة أي من هالمنشآت شكرا لك ونهارك سعيد شكرا جزيلا لكم نهاركم سعيد شكرا لك في عندنا رسالة أم سيتنا ولسيت أقراها اليوم رجع طرش نيامة ثانية دول ممكن تفيدونا تأمين الصحي للمعالين الزوجة والأبناء والوالدة الزامي أم لا طبعا الكلام احنا نقول له من زمان عن التأمين الصحي لأي حد إقامته أو يعني فيسته من دبي لازم يكون فيه تأمين صحي الأبناء الزوجة الوالدة كلهم لازم يكون مدام أنه عندهم إقامة صادرة من دبي لازم يكون عندهم تأمين صحي ومثلا دائما نقول هذا لمصلحتكم أنتوا أولا قبل ما نصلحت أي منشاء من المشاءات الصحية لأن لم يكن في تأمين صحي فأنت إن شاء الله ما تكون خايف إذا سمح الله صالك أي ظرف طار ومثلا كنا نعرف الظرف الطار الصحي لم يكن فيه انذارات قبل ممكن واحد يكون صاحي مع أي مشاكل وفجأة تستوي لوعكة صحية شديدة تستلزم مثلا دخول مستشفى إجراء عملية جراحية علاجات مكلفة وهذا كله بيكون مترتب عليكم إذا ما كان فيه تأمين صحي فأنا شجع هذا طبعا في الدبي القانون إلزامي للجميع حتى إذا فيه حد من المرات الأخرى أو ما عنده من قانون تأمين إلزامي التأمين يحميكم أنتم أولا وآخرا في حال وجود أنتم أحد من عيالكم أحد من أحبائكم إصالة وعكة صحية فأنتوا تكونون محميين بالتأمين ودائما حننصح لما تأمنون لازم تسكرون وثيقة التأمين تشوفون والمستشفيات أو العيادات المغطى من قبل التأمين لأتينا وايد رسالة لأنني سرت عيادة أو مستشفى معين وقالوا لي ليس مغطى فهذا ضروري جدا أن أعرف أخذ باقة تأمينية في المنشآت الصحية القريبة مني مثلا ما كنا ساكنة في دبي ومشآة المنشآة الممكن نغطي فيها تكون موجودة مثلا 40 أو 60 كيلو بعيدة عني ففي حالة الوعقات الصحية صعب جدا أن أوصل هالأماكن فدائما راجعوا مع التأمين وثيقة التأمين شو الشروط الموجودة شو الحالات المشمولة والغير مشمولة شو المنشآت الصحية المشمولة وحتى في السفر الحي موسم السفر وبعدها إن شاء الله بيدينا الصيف بالحياة ضرور جدا لما تسافرون ترجعون شركة التأمين وتعرفون المشفيات المغطاية بالتأمين مالكم لأن حتى في السفر ممكن تستوي أي وعكة صحية هناك بعدها ما تقدرون تعرفون هل تأمين مالكم ينفع شغال هناك أو يغطي أو ما يغطي فاخذوا المعلومات البسيطة واعتبروها من تجهيزات السفر نفس ما نتأكل من الجواز السفر نعم الفيزا والتذاكر جاهزين والشنطة فيها كل شي تأمين الصحي أساسي في السفر إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل رح نتابع باجي فقرات برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم برقامة تواصل على 600-551414 ورسال النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام نظم مستشفى دبي يوم أمس الأول بالتعاون مع شعبة الإمارات الطب الطوارئ برنامجا تدريبيا حولك كيفية التعامل مع الكوارث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بهدف تبادل ونقل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا الجانب وتعزيز وتطوير معايير الأمن والسلامة في المنشآت الصحية بنتكلم عن هذا البرنامج التدريبي يصرنا يكون معانا في الاستوديو الدكتور محمود غنائمة استشاري ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي ونائب رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ ورئيس لجنة الكوارث بالمستشفى دبي صباحك والدكتور محمود أهلا وسهلا حياة الله ورحب بالمستمعين الكرام والجميع إن شاء الله أوكي دكتور محمود نبتدي أول شي نتكلم عن هذا المسمى الطويل برنامج تدريبي التعامل مع كوارث كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية أو شي شو الفرق بين هذين أول سوى الناس تسأل بداية أختي العزيزة دكتورتي العزيزة تعرف أنه الحين دور هيئة الصحة ليس دور علاجي فقط لكن دور الأدوار المكملة والهامة هي الأدوار الوقائية والأدوار التوعوية لذلك الآن إحنا في صدد برامج متعددة الهدف منها توعية الجمهور بعدة أمور تتعلق بالصحة والصحة العامة الآن الجميع يتوقع أنه مفهوم الكوارث هو عبارة عن زلازل براكين حرائق هذا مفهوم الكارثة أو حتى حوادث سيارات ضباب لكن إحنا في عالم متسارع تطورات سريعة جدا الآن اتجاه مثلا للطاقة البديلة إلى الطاقة النووية مصانع متعددة الآن حتى سياسة المطارات والحدود المفتوحة دخول كثير من الناس مع بعض الأمراض والغبائيات لذلك ظهر تعريف جديد الآن اللي هو منظومة الكوارث الكيميائية البيولوجية الإشعاعية والنووية سواء كانت من صنع الإنسان الآن طبعا في عصر قد يكون يعني في أشرار تحاول تأذية المجتمع العامة أشرار صحيح نعم أو بيئية لذلك يجب أن نكون مستعدين الآن قد يكون العنوان طويل لكن هو يختصر بكلمة واحدة الاستعداد لأي طارق مهما كان نوعه نعم الآن في دولة الإمارات الحمد لله نحن مستعدين لأغلب الطوارق مستعدين لجاهزين للتعامل مع هذه الطوارق لكن توعية الجمهور دور أساسي لذلك لاحظ أن مستشفى دبي الآن شعب الطب الطوارق بسبب وجود قسم الطب النووي عندنا في مستشفى دبي وهو قسم كبير كما نسمعها من زميلات الدكتورة بتولي الآن رأينا أنه من واجبنا أن نبدأ الحملات التوعوية الحمد لله بدأت بدأت في كثير من الأحيان لكن نبدأ حملات التوعوية مركزة لذلك نظمنا مثل هذه الورشة وشارك فيها دكاترة من أبو ظبي من مستشفى زايد العسكري من وزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفى دبي وقدم بعض الخبراء محاضرات متكاملة إلى جانب كان هناك خيام ومعدات التنقية والتنظيف من المخاطر الإشاعية والنووية وتم تدريب هؤلاء عمليا على استخدام مثل هذه الأجهزة وهذه هي بداية لسلسلة من ورش العمل ومحاضرات التوعوية سواء للعاملين في القطاع الصحي أو الجمهور بشكل عام صحيح طبعا دكتور محمود تذكرت أن الهدف من هالبرامج طبعا هي تهيئة الناس أو الكادر الطبي أو المشتركين في شكل عام لأي نوع من أنواع الكوارث الفعل يستهتفها هالنوع من البرامج وكم عد المشتركين اللي كان فيها طبعا طبعا الأصل أن كل العاملين في القطاع الصحي يجب أن يكون لديهم التدريب الكافي بدرجات سواء كان درجات مثلا بدأ ابتدائية وهي معلومات عامة للكافة العاملين في القطاع الصحي معلومات مركزة بعد ذلك لفئة المتعاملين مع الأزمات والكوارث ثم معلومات الأعلى للمختصين في هذا المجال لذلك الهدف جميع العاملين في القطاع الصحي لكن طبعا بدأنا إحنا في أشخاص يتعاملون أو ممثلين للجان الكوارث والطوارئ في أماكن عملهم ممتاز أهم المحاور التي كانت موجودة خلال هذا البرنامج التدريب وكم كان مدته برنامج التدريب كان يوم كامل أهم المحاور هي أوش التعريف بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية بشكل عام ثم بعد ذلك وضع هيكلة معين لكيفية التعامل بصورة عملية ليكون هؤلاء الذين حضروا هذه الورشات مؤهلين لتدريب أطباء آخرين أو عاملين في القطاع الصحي آخرين بحيث يكون المدر الذي تدرب قادر على التدريب هذا الهدف كان ممتاز دكتور محمود أنت قلت أن هناك في لجان تكون موجودة عن الكوارث استعداد للكوارث موجودة هذه اللجنة في مستشفى دبي فاتكلمنا عن دور هذه اللجنة الدور التي تقوم فيه المخرجات من هاللجان ومن الأعضاء التي يكونون فيها بداية في أي مؤسسة سواء كانت هيئة الصحة أو غير هيئة الصحة من الأمور الهامة جدا القدرة على التعامل مع الأزمات والكوارث بشكل منظم وعملي بحيث لا تحدث فوضى أثناء حدوث أي كارثة أو شيء ثم ضمان استمرارية الأعمال وعدم انقطاعها لذلك هناك لجان مركزية فيها الصحة اللجنة المركزية للأزمات والكوارث ممثلة بممثلين من جميع المستشفيات من جميع القطاعات الهندسية القطاعات الإدارية حتى وهؤلاء الأشخاص تم اختيارهم بناء على دورات وتدريبات هذا الروح ثم كل مستشفى أو منشأة مثلا مستشفى دبي مستشفى راشد القطاع الصحي الأولي لديهم لجان للتعامل مع الأزمات والكوارث في مستشفى دبي كمثال اللجنة الكوارث والأزمات مستعدة للتعامل مع كافة الأزمات مثلا حدوث لا سمح الله حريق في أحد الأجنحة توقف مثلا أجهزة الغسيل نعم توقف أو ازدحام شديد في أقسام الطوارئ تقوم اللجنة الكوارث بالتعامل بطريقة عملية ومنظمة بحيث نمنع الفوضى والرعب بين المتعاملين في حالة هذا الحدوث وضمان استمارية الأعمال بقدر الإمكان بنفس الكفاءة التي كانت عليها قبل حدوث الأزمة يتم اختيار الأعضاء بحيث تكون جميع فئات المستشفى ممثلة أو كانت تمريض سواء قدع القطاع الهندسي سواء قطاع المعلومات الصحية حتى قطاع الخدمات المساندة مثل المطبخ مثل الكافتيريا كل هذه تكون ممثلة في هذه المركز ولدينا خطط موثقة هذه الخطط طبعا تعتمد على معايير عالمية لضمان استمارية الأعمال مثلا وقلت لك والتعامل مع الأزمة بأسلوب عملي ومنظم ممتاز دكتور بن حمود هل يتم مثلا يساوي مثلا نسميه بنشمارك أو مقارنة مثلا أو مثلا نروح تدريب في بعض البلاد اللي ممكن عارب من بعض هذه الكوارث نعرف كيف اتصرفت معاها كيف كان استعدادهم كيف الفرق اللي كانت مبنية هناك ونيب الأفكار هذه عشان تطبق طبعا طبعا الحمد لله الآن يعني أنا أفتخر أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن بدأنا نكون مراكز تدريب صحيح لا نتظهر مراكز تدريب لكن لا يمنع الاستفادة من تجارب دول مرت بمثل هذه الكوارث أو الأزمات الكبيرة خاصة يعني مثلا الاستفادة من ما حصل في اليابان صحيح تجارب العملية واستفدنا والدروس المستفادة بحيث نطبق إحنا أحدث المعايير العالمية بالضبع لكن الآن الهدف إحنا طمعين شوية أنه نضع معايير بالضبع يعني دولة نضع معايير معينة والحمد لله نجحنا كثيرا في ذلك ولدينا إحنا طبعا اللجنة الوطنية للأزمات والكوارث وهذه اللجنة جهة تشريعية لكن قادرة على وضع معايير جيدة وأنا أقول لك مثلا كان في السابق نمثب دورات تدريبية عن الكوارث والأزمات كان أغلب المدربين من بريطانيا أو أمريكا الآن آخر سنتين أنا أتكلم بفخر شديد أن المدربين إماراتيين مئة بالمئة ممتاز ممتاز وهذا ما شاء الله كله بجهودكم جهود الكوادر الموجودة طبعا أن يكون المدربين أصلا إماراتيين مثلا ما ذكرت أن يكون أصلا مركز تدريب دكتور محمود نروحنا حين من لجنة الكوارث والله يبعد إن شاء الله الكوارث كلها لأنه للخدمات التي تقدمونا في مستشفى دبي في قسم الطوارئ طبعا قسم الطوارئ في مستشفى دبي يعتبر من مراكز الرائدة فتعطينا نبذة عن الخدمات المقدمة في مركز الطوارئ طبعا مستشفى دبي يعتبر أحد المستشفىات الرائدة بحسب الموقع الجغرافي بداية وثانيا الحمد لله الكفاءات الموجودة المعدات الموجودة الدعم اللي متناهي من الإدارة العامة أو إدارة مستشفى دبي بشكل خاص في المستشفى دبي يخدم ليس فقط برديرة لكن يخدم الإمارات الشمالية إلى جانب وجود تخصصات مميزة مثل تخصص الكلام تخصص العيون تخصص جراحة القلب لذلك هناك طبعا إقبال شديد على قسم الطوارئ قسم الطوارئ كما هو الحال في أقسام الطوارئ الأخرى في مستشفيات هيئة الصحة يعتمد على معايير دقيقة معايير عالمية سواء لتصنيف المرضى بحسب حالة المريض بحيث نضمن أن المريض يأخذ العلاج في الوقت المناسب في المكان المناسب من الطبيب والاختصاص المناسب نستقبل حاليا بحدود 350 إلى 400 حالة يوميا وطبعا عبئ كبير لكن بوجود نظام تصنيف جيد بوجود كفاءات طبية وكفاءات تمريض هذه الحمد لله وكفاءات إدارية مستمرة يتم التعامل مع هذا الأمر الآن الحمد لله بسهولة ويسر يجب أن ندرك أن تخصص طب الطوارئ بشكل عام تطور بشكل كبير من مفهوم طبيب يعالج حالة حادة إلى طبيب يتعامل من الألف إلى الياء مع الحالة الحادة من ساعة التشخيص العلاج الأولي التوعية ومن ثم أيضا تحويل المريض إلى الجهة المختصة لذلك هناك منظومة الآن جيدة في التعامل مع المريض في قسم الطوارئ قسم الطوارئ الآن أصبح منظومة علاجية أكثر ما يكون قسم فقط لاستقبال للحالات الطارئة صحيح دكتور محمود أنت نائب رئيس شعبة الإمارات للطب الطوارئ تعطي نبذة عن الخدمات أو الأمور التي تقوم فيها شعبة الإمارات للطب الطوارئ طبعا أنا أعتز أن كنت من المؤسسين لشعبة طب الطوارئ في دولة إمارات العربية المتحدة مع طاقم إماراتي كامل نفخر أنه نحن طاقم إماراتي كامل في طب الطوارئ الحمد لله بدأنا بداية حسنة في نشر مفهوم طب الطوارئ بين الأطباء خاصة المواطنين والآن يعني على الأقل عشر أطباء مواطنين سنويا يتخرجون في طب طوارئ من برامج الإقامة سواء كانت في مستشفى دبي وراشد أو مستشفى في مستشفيات المفرق وإطوام نفخر أنه عشر مواطنين وهذا عدد غير يعني عدد جيد جدا إلى جانب معلومة هامة جدا هناك كثير من الطبيبات المختصات في طب الطوارئ كان قديم حتى يعني دكتورة في قسم الطوارئ علامة استفهام ومنوبات نعم لكن الآن إقبال شديد ويجب أن تري طبيبات الآن بالعكس عندنا نحن في الشبط وطوارئ ثلاث طبيبات ثلاث عضاء فلذلك نفخر بذلك الحمد لله إحنا دورنا ليس فقط تنظيم عمليات التي هي التعليم والتدريب لكن نشر مفهوم طب الطوارئ دورنا قد يتعدى بعد ذلك إلى التعامل مع حالات التطوع أيضا التعامل مع حالات التعامل مع التدريب الجمهور على التعامل مع الحالات الطارئة بشكل منظم وعلمي يعني دورنا ريادي الحمد لله أنت تعرف كلمة طوارئ تختلف تماما عن أي مرض آخر طارئ يعني شيء حاد تصرف لحظي تصرف يكون مدروس ولحظات تفرق بين الحياة والموت لذلك دورنا ريادي الحمد لله الآن نحن الشعبة خلينا أتكلم أنه الأشهر والأحسن بين الشعب الأخرى مع احترام إلى الجميع الآن الحمد لله عندنا مؤتمر سنوي يحضر تقريبا من 800 إلى 1000 طبيب طوارئ من مختلف العالم في تنافس على حضور مؤتمرنا إن شاء الله في 20-20 سنة سيكون عندنا مؤتمر الطوارئ العالمي الأكبر ونفقر أنه تنافسنا مع الدول العظيمة في مجال طب الطوارئ لكن طبعا وجود البنية التحتية وجود الدعم اللامحدود سواء من أولاة الأمر جعلنا نفوز بهذا الاختيار الحمد لله ممتاز دكتور محمود رسالتك للي يسمعنا الحين ممكن كان يفكر يدخل قسم الطوارئ أو تخص الطوارئ بس لحن كان عنده الخوف أنه ممكن يكون قسم صعب أصعب من غيره مثلا ومثلما تتفضلت إنه يحتاج ردد تفعل سريعا من الطبيب أنا مثلا ما قلت إنه حالات حادة وتفصل لحظات بين الحياة والموت فشو تعطيهم رسالة اللي لحاب يتخصص والله يا أختي أي شخص لديه طموح لديه رد فعل جيد نعم لديه سرعة بديهة ليس له إلا طب الطوارئ طب الطوارئ قد يكون أجمل التخصصات وأنبلها لأننا نتعامل مع اللحظات الأولى فرق كبير بين ما تنجزيه في اللحظات الأولى وما تنجزيه على المدى الطويل اللحظات الأولى هي الأجمل فما بالك في إنقاذ حياة بالضبط صحيح شعور لا يوصف لذلك على جميع المواطنين اللي بتخصصوا الآن يفكر عشر مرات ترابط الطب الطوارئ جميل جدا 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 طبعا لو أنت دكتور محو ما شاء الله لك بعض طويل في هالمجال طبعا وخير من يتكلم عن طب الطوارئ وإحنا أنا بنفسي تدرب تحت إيدك في أيام في المستشفى فيعطيكم ألف عافية طبعا أقسام الطوارئ هي مثل يعني ممكن تكون مثل ما أنت تفضلت هي عنصر الإنقاذ للحياة عند الناس الحالة الطارئ الناس اللي عندهم مثلا السكتات القلبية وغيرها وغيرها اللي يصلون في حالة حرجة جدا تفصل بين الحياة والموت الشعراء طبعا كفاءة طبيب الطوارئ وبعد قدرة الله سبحانه وتعالى طبعا هي اللي تحدد تفضل وطبعا الكتاب من عنوانه فالطوارئ هي عنوان أي مستشفى صحيح أكيد أكيد أنا شكرا لك دكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى البي ونائب رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ ورئيس لجة الكوارث بمستشفى البي شكرا لك ومثل هذه البرامج طبعا نرحب بها دائما لأنها برامج توعوية وجميلة تقرب الجمهور إلى الطبيب والطبيب إلى الجمهور وبارك الله فيكم في جهودكم ومشكورين يا أختي ما تقصر دكتور محمود طبعا هذا هو الهدف من رامج صحة وسعادة لتقدم لكم هي تصحة بتبينه توعية وإن الناس تعرف أكثر على بعض التخصوص الطبية على بعض المشاكل الصحية في شكل أقر لما يكون الطبيب موجود معنا على الهوانة شكرا لك وجودك معنا اليوم وإن شاء الله ما رح تكون آخر مرة وإن شاء الله تكون معنا أكثر عن مرة لأن أنا شخصيا أشوف كثير من طلبة الطب لما يوني العيادة دائما إنما نقول لهم تخصص مثلا أقول لهم شوية خفوا عن طب الأسرة روحوا تخصصات اللي فعلا يحتاجها المجتمع طب الطوارق وغيرها يخافون نقول لك لا طب الطوارق صعب إنه يعني يشحث كل أفكار وكل خبرات الطبية لما يشوف الحالة جداما وكل التخصص الطبية طبعا فيها الخير والبركة وكلنا هدفنا في النهاية خدمة المريض مجتمع أكثر صحة وسعادة وإن نقدم الخدمات الصحية الأفضل لجميع المتعاملين طبعا هذا دورنا كنا كأطباء وإنما كنا في أي تخصص كان كل الكادر الطبي هذا هو هدفه طبعا في الأول وفي الأخير بارك الله فيكم شكرا لقدم حمود ناصر نختم شكرا يا ناصر أنا أشكر ناصر السليم معاي في الإخراج شكرا لك يا ناصر يعطيك العافية وميرا يعطيك ألف عافية وهذه كان محدثتكم دكتورة نادا الملن أتمنى لكم خميس ونيس جميل وإجازة نهاية الأسبوع جميلة خططوا لعطلة نهاية الأسبوع عشان تستغلون بشكل جميل ما يلأحلم تزعلانين أنه أنتم ما استفدتم من الإجازة ترى الاستفادة من الإجازة بشكل صحيح يقيكم حتى من الإصابة ببعض الأمراض لأنكم تشلون عنكم توتر الدوام وهذا هو هذا هو الهدف من عطلة نهاية الأسبوع فاستمتعوا بأمان ونتمتعا لكم إن شاء الله دائما تكونون بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر